بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سلاة ترضيك يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم كما تنبغي أن نصلي عليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب أن نصلي عليه اللهم صلي وسلم على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما صلي عليه الأولين والآخرون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم ملء ما لم يصلي عليه الأولون والآخرون كان إمام الشافي دائما يحب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هزي الطرق فاللهما صلى الله عليه وسلم وبركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب شح في صدري وسر أبني وحي وعضة من يساني في قولي اللهم يتبرع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي أهلا بكم معنا في حلقة جديدة وهي فن التوافل بين الزوجين فن التوافل ده فن جميل جدا وفيه حاجات عظيمة جدا إحنا ممكن نعملها في بيوتنا زي نتغض عن المشاكل وزي نبعد عن الزلات وزي ما نحطش في نفسنا وهو دايما يبقى بنا مشاكل وزعل وخناقات وزي ما نخلي بنا دايما فجوة حب ومودة ولطف زي ما مش كل مشكلة وكل كلمة تتقاني الشيل في قلوبنا خليكم معايا ويلا بينا أهم حاجة ما تنسيش الاشتراك لو كنت جديدة معايا ما تنسيش الاشتراك وتحط لايك من بسها بالشكر ليا عشان قناتي تكبر بيكم ومشاكلة جدا مع كل من بي يدعمني فان التغافل مهم جدا جدا ولكن فيه أشياء كثيرة ما ينفعش الواحد يتغافل عنها هحكي لكم قصة جميلة جدا زوجين بينهم وبين بعض حب وده وقام وبيحب بعض جدا وكل ما بينهم إلا رحمة ولطف فالزوج بعد ما تزوج الزوجة لقها وهي بتاكل الصلطة بتعمل صوت جامد بيزعجه جدا منه ومنها وهي بتاكله فصوت أرقشت الصلطة دي بتعم بتزعج الزوج جدا فالزوج جدا يتضايق وحبه يتغافل وميتكلمش معايها عشان ما يحرجهاش ويدايقها على الموضوع ده فقال أنا خلاص مش هاكل معايها وهكلمها وقال لها وقت الغدع ان هي تتغدى قبلية فالزوجة قال لها الكن بيتين دور وقال لها اتغدي انا ايه مش هقدر اتغدائت له ابدا احنا لسا متجاوزين وانا تعودت انها تتغدى معايك مش هقدر يكون لما انت تيجي فصارت ان هي تبضل مستنيها على الغدع عشان يكن معها فكان لازم تبدأ بالصلاة الاول وهو كان بتغازب تنرفس جدا كل يوم يعمل لها عزر شكل مرة يقول لها انا اتغديت ايه تغدي انت ومرة ثاني يولها لا انا خلاص انا ساهم النهارده فصارت ان هي كمان بقيت المسيوم المبخش مرة يقولها لا انا بدك يكن انت انا مش هادر ااكل معك. فكل مرة يعمل الحيلة. الحيلة ديت ما تنفعش ايه معي. فكل مرة هي هو يصوم. هي تصوم. قلها مش هيكل ما تاكل. قلها مش مش فصارت الزوجة بقى تشكوز علينا ومتدايقة. هو انت تجوزت علي. هو انت بقى ليك بيت تاني. فهو انت بقى ايه اللي حصل بالزبط. يعني صارت بقى المشكلة بدل ما هي كانت صغيرة بقيت مشكلة كبيرة وتدفقها. اه فقالها يا بنت الحلال انا ما بحبش الصوت اه فيه وانت بتاكل الصلطة. وبتدايج جدا عشان انت بتاكل الصلطة مش مش حابب احرجها. اطلق يعني انت تقعد خمس شهور وست شهور. مترداش تاكل في البيت عشان الصلطة. ما تقول لي كده يا عمي وانا ايه? انا كنت حلت الصلطة. فهو من المشكلة صارت من المشكلة صغيرة الى مشكلة كبيرة. فهو ده ما ينفعش التغافر في حاجة زي كده. ممكن تحل. ممكن مثلا انت بتحب التشد. اه يعني ناس كدير جدا بتدايم لاصوات بتاعة الاكل ديت. فلما انت تعرف في زوجك ان انت مثلا مش بتحب الحاجة ديت. هو هيحترمك وهايوكرك ان انت مش بتحب الحاجة دي. فهايقتل عنها. وهكذا هي هذه الحقيقة. اه الفن التغافل ما فيش بيت في الدنيا بيخلق من المشاكل. ما فيش بيت في الدنيا ما فيش بينه مناقشات وشد وجازبي. الشد وجازبي ده عمل زي الملحة والشطة. اه بس الشطة لو زادت قوي قوي في الاكل بتكون حرقة جدا. بقالهاش طعم وبقال الاكل اه مالوش اي طعم. اه الاحسن حال هو الاعتدال. اعتدال في فن التغافل. اه بني كسه تاني جميلة. اه برضو كل زوجين بيحب بعض راحوا العائلة. اه بينهم وبين بعض كلام. فالزوج هزر شؤية في الهزار وقال لها كلمة كده زي اتها. فراحت هي فضلت مسك الكلمة وزعلانة ومتضيقة انت ازاي تحرج نفست اهلي زي تقول الكلمة دية انا متضيقة انا زعلانة وفضت مخصمها باليوم الاثنين وتلاتة. دوت ما ينفعش. ممكن نتغافل عن حاجة بسيطة زي دية. وممكن نعدي الموضوع دوت عشان يبقى الحب والود والبقام بيننا وبالبعض يكون سهل. هو ده فن التغافل. فن التغافل نتغافل عن حاجة ممكن تتصلح بسرعة. نتغافل عن كلمة آلت عشان تعدل اموره وتبقى سهلة. نتغافل عن حاجة ممكن تكون الدنيا سهلة بسيطة. ابنك مثلا حاب يهزر معاك زي ما بيشوف صحابه بيهزره مع امامته. فبيهزر معاك بيهزار تقيل. وانتي مش مربية اولادك على الموضوع دو. فالولد هزر بيهزار تقيل ويعني بلغ حده. تعمل اله ايه? تجرحيه ده مصحابه.